السلام عليكم ورحمة الله. الآن هنتحدث عن موضوع من المواضيع اللي بتلخبط بعض الطلبة في موضوع التوحد. ايه الفرق ما بين التوحد والترابيس برجر والترابيت? انا حبيت اعمل الجدول ده للتفريق ما بين السلاسة الترابات عشان نعرف بسهولة ايه الفرق ما بين التوحد وما بين الترابيس برجر وما بين الترابيت. رقم واحد الوصف. انا اصف كل التراب من الاترابات دي. اول حاجة التوحد عبارة عن التراب تطوري يؤثر على جوانب التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل الاجتماعي. ده بالنسبة الايه للترابيس برجر يشبه الى حد كبير الترابيس برجر ولكن اقل شدة ونقدمنا ان الترابيس برجر اقل شدة من التراب ايه? التوحد. طيب كلام جميل. عندنا الترابيت. توقف في النمو او ترهب في حالة الطفل عندنا توقف في النمو وناخد بالنا بعض من النقطة دي. طيب لو جينا تكلمنا عن اه الزكاء. الزكاء بالنسبة للتوحر اقل من المتوسط. يعني ايه? يعني الزكاء بالنسبة ليه? زاو الطابيس برجر اقل من مية. معامل زكاءهم اقل من مية. اقل من المتوسط. جميل? طيب امال الطابيس برجر بقى. لا تفوق المتوسط يعني اعلى من المية. اعلى من التسعين. متوسط الزكاء من تسعين لمية او مية. فاحنا ما نيجي نقول على الطابيس برجر نقول انه افوق المتوسط. لكن التوحد لقت اقل من المتوسط. التوحر اقل من المتوسط. جميل يعني عقل من مية. طيب. بالنسبة للعاقة العقلية. التوحر يعاني زاو الطابيس برجر من العاقة العقلية. بعد الابحاثت than 85% من الاطفال اللي عندهم توحر عندهم عاقة عاقة عقلية المصاحبة الايه؟ ليه? التوحر طيب التوحر. نو لا لا يعاني زاو التوحر من عاقة عقلية. زكاء هم اصلا احنا عندنا هم هم زكاؤهم فوق المتواصل طيب الطراب ريت لا بعض الادايهم اعاقة عقلية زي الطراب التوحل طيب تأخر الكلام عندنا زاوي الطراب التوحل عندهم تأخر في الكلام ومشكلات في الكلام دي نقطة مهمة جدا طيب اما الطراب اسبرجر لا ما عندهم شي تأخر كلام بيتكلموا عالي اللغة عندهم لغة الى حد ما عليه ما عندهم مش مشكلة فيه وخصوصا جمال لان احنا هنا زا كانوا من فوق المتواصل الطراب ريت لا عندهم مشكلات في الكلام طيب التفاعلات الاجتماعية كل الاطرابات الثلاثة عندهم كسور في التفاعل الاجتماع ده بقى الحاجة اللي بيشترك فيها برجر مع اه التوحد والتوابط انهم كلهم التلاتة عندهم كصور في التفاعل الاجتماعي. كمان ايه? السلوكيات النمطية المتكررة موجودة عندهم. التلاتة برضى عندهم سلوكيات نمطية متكررة. ازا كانت حرقات ازا كان اه بعض الكلمات اه ازا كان اه برضو فيه بعض المشكلات السلوكية وهكذا. طيب. الاصابة بالنسبة للنوع بعض الزكور الاناس. التوحد بيصيب الزكور اكثر من الاناس. وناخد بالنا من الحتة دي. التوحد يصيب الزكور اكثر من الاناس. الاسبرجر برضو زي التوحد يصيب الزكور اكثر من الاناس. العكس بقى في التلاتة لا يصيب الاناس اكثر من ايه? من الزكور. وده من يعني الاعاقات الاقل حدوثا بالنسبة لما الاعاقات بصفة عامة ان يصيب الاناس اكثر من الذكور مواظم الاعقاد تصيب الذكور أكثر من الاناس مواظم الاعقاد تصيب الذكور أكثر من الاناس ولكن نجلي على الطرابرة نلاقي ان الاناس هي هي بيصيبها الطرابرة Decor Within